شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيل إلى التقاعد في الأول من يناير العام 2024 وأقام القائد العام بتقريد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكرية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيل إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024 وذلك بحضور الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجا يحتذا به في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة واقتدار مشيرا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الراسخة كما قدمت تحية لأسر القادة المكرمين على ما تحملوه من عبء المسئولية الأسرية وتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم المصرية الأصيلة مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء لخدمة الوطن والذود عن ترابه المقدس